أعلن الصحة ديالة عن تزايد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام الماضية القليلة حيث تخطت 700 إصابة مؤكداً بأن عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية أهم الأسباب مطالبة للمواطن باتخاذ الحيطة وتنفيذ طرق الوقاية لا سيمة بأن هناك ثلاثة أنواع من اللقاحات متوفرة في مراكزنا كل الأسف يعني اللي حذرنا منه ونحذر منه المواطن لن يلتزم به داخل محافظة ديالة اليوم نسبة الإصابات ارتفعت أحد الأيام إلى أكثر من 700 واليوم أكثر من 300 وهذا لن المواطن لم يلتزم بالنصاح والتوجهات الطبية التي تطلقها دار الصحة ديالة ترى الكوفيات كلها فتحة المحلات كلها فتحة الفواتح المناسبات كلها موجودة وهذا اللي ينحذر منه مع ذلك دار الصحة ديالة تطلب من المواطني التوجه إلى المنافذ التلقيحية لأن اللقاحات موجودة من ثلاث مناشع الصيني والبريطاني والأمريكي حفاظا على سلامتهم وسلامة حوائلهم نقولهم توجهوا أخذوا هذا اللقاح بهاي الأيام اللي موجودة فيما أكد المواطنون بأن هناك مخاوف كبيرة لدينا من اززياد حالات الإصابة واليوم نلاحظ إقبالا متزايدا بأخذ اللقاح بكافة أنواعه وندعو بالتوجه لمراكز تطعيم لضمان سلامتنا وعوائلنا من هذا الوباء الفتاك لدينا أصابات بديالة أصابات هواية وستمتوجهين للمركز الصحي حتى نأخذ اللقاحات وأنا أنصح الناس أن تأخذ اللقاح والتزام بالكمام والتزام بالتعقيمات وإن شاء الله يا ربي الله يرفع عليكم إن شاء الله أصابت قبل سبعة شهر تقريبا وبعد ما شفت الأصابات تزايد فجأت اليوم أخذ جرعة اللقاح حفاظا لسلامتي وسلامة عائلتي وسلامة الجميع بال المتزايد لدى المواطن يعد مؤشرا ودليلا على وعيه وإدراكه لضرورة أخذ اللقاح والشعور بالثقة بأنه آمن وفعال ولا توجد به أي مضاعفات والكثيرة من الدول المتقدمة من تمتلك الرقابة والعناية الصحية العالية توجهت نحو أخذ اللقاح نتيجة التجارب الموثوقة والمعتمدة التي جرت عليه من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائي ترجمة نانسي قنقر